السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم على قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بصحة جيدة وصفتنا لناها اليوم بريوش بطريقة رائعة جدا شكل مختلف مميز بمقادير اقتصادية يجي خفيف ارتب مقطن بعجنة ولا أربع وهذا الوصفة مناسبة جدا لأصحاب المشاريع يديرها كمشروع منطولش عليكم وعلى بركة الله نبدأ مباشرة في الوصفة نتعنا اذا نحتاجوا ملعقة كبيرة زبدة نحتاجوا كاسة الحليب بالنسبة لقياس المستعمل في هذا الوصفة 220 ميلي لتر وتقدروا تستعملوا اي قياس متوفر عندكم نجيبوا كاسرونة تعنا نحطوا فيها الحليب والزبدة ونحطوها فوق النار نذوبوا الزبدة مع الحليب يعني نحطوها على نار هادئة حتى يدف الحليب والذوب الزبدة نجيبوا الغيسة بيونتانا نحطو فيه ملعقة كبيرة خميرة الخبز وخمس ملاعق كبيرة سكر عادي بالنسبة للسكر كما نقولكم دائما على حسب الزق اللي يحبوا حلوه بزاف يعني تقدروا تديروا حتى ست ملاعق واللي ما يحبوش حلوه بزاف ديروا خمس ملاعق نزيدو زوش كيسان تعل ما دافي ونخلطوه مليح هنا البنت تقدروا تزيدو لفاني ولا مبشور ليمون ولا مزهر يعني كيما تحبو انتوما نزيدو باياض بيضة وحيدة والصفار نحطفو به دهنو به بريوش انتعنا فيما بعد ان شاء الله نزيدو الحليب والذوبة من بعد ما تذوبتهم كيف كيف ونخلط جيدا بها الطريقة هنا نزيدو سبع كيسان تعل فارينة بالنسبة ليا نخدم فارينة سيم وكيما نقولكم دائما على حسب نوعية الفارينة اللي تخدموا بيها ممكن النوعية اللي تخدموا بيها تاخذ لكم كتر من سبع كيسان نزيدو نصف ملاقة كبيرة تعل ملح يبقى دائما على حسب الزق ونبدأ نجمع العاجنة تانا حتى نتحصلوا على عاجنة طارية وتتلاسق نوع الماء في اليدين باش البريوش انتعكم كيما نقولكم دائما يجي خفيف ورطب جدا هنا لغاية سيبيون دهنوه بشوية تعزيت ونحطو العاجنة تانا نغطيها نحطها في مكان داعفي ونخليها حتى تخمر ويتضع في الحجم تاحها مدة 25 دقيقة بالضبط تخمر العاجنة تاعكم وتجي ما شاء الله واذا الجو عندكم بارد رايحين تدفي والفورن تاعكم وتحطو فيه العاجنة وتخمر بسهولة شوفوا البنات العاجنة تاعنا من بعد ما خمرت وتضع في الحجم تاحها ما شاء الله شوفوا هذي العاجنة موالة اربع صدقوني البنات هذي الوصفة راح تحبوها بالبزاف وترجع الوصفة المعتمدة عندكم لانه على بالي تحبو بزاف هذي النوع من الوصفات يعني بمقادر بسطة وتخرجو كمية بزاف كبيرة هذي العاجنة رايحين ديروا بها زوج صينيات تاع البريوش يعني كمية الله يبارك واذا حبيتوا ديروا كمية قليلة كما شفتوا في هذي العاجنة درنزوش كيسان تاع الماء مع كاس تاع الحليب انتوما اذا حبيتوا ديروا كمية قليلة يعني صينية وحدة ديروا كاس واحد تاع الماء يعني ديروا كاس تاع الماء مع كاس تاع الحليب وباقي المقادر ما تنقصوش فيهم يعني راح تخلوهم كي مراهم واذا ما فهمتوش كيفاش تنقصوا المقادر وديروا كمية قليلة كتبوا لي في التعليقات واكيد بإن الله تعالى نجاوبكم كامل وبالنسبة لأصحاب المشاريع يعني ننصحكم بهذا الوصفة من كل قلبي مقادير بسيطة وكمية بزاف كبيرة وصفة مناسبة جدا لأصحاب المشاريع وهنا كما راكم تشوفوا العجينة من بعد مقسمتها إلى كويرات كورتهم مباشرة نبدأ نشكل بريوش نتعنا نبدأ نحل الكويرا بالحلال بصمك متوسط دائما هذا الملاحظة نعمدها لكم كينديروا بريوش العجينة نحلوها بصمك متوسط وكينديروا مملاحات العجينة نحلوها بصمك رقيق وهذا الوصفة لبنات تقدروا تحطوا لها شوكولة وتدوروا عليها العجينة بهذا الطريقة بالنسبة لي يعني ما ندير لهمش الحاشو شوفوا لبنات ندوروا العجينة تانا نزوج دورات من بعد نقسمها هاكذا نديروا ثلاث شرائد تبعوني مليح كيفاش نشكلوا بريوش نتعنا طريقة بزاف بزاف سهلة شوفوا ناخذوا الشارت الثاني نحطوه بهذا الطريقة نحط عليه الشارت الاول نروح نجيب الشارت الثالث نحطوه بهذا الطريقة طريقة بزاف سهلة هاكذا حتى نكمل العجينة تاعي واللي هنا نبدأ ندور كين نبدأ ندور العجينة ما تزيروش عليها بزاف باش تاخذ راحتها في الاختمار من بعد ما يخمر البريوش نتعنا نطيبه يجيب الزاف خفيفور طب ومقطن روعة شوفوا البنات كيفاش شكلنا بريوش نتعنا يعني طريقة بزاف بزاف سهلة والشكل مميز وبزاف هايل هنا نزيد معكم وحدة العجينة كي ما قلت لكم نحلعها بيسمكم متوسط يعني ماشي يرقيق وعاونو نروحكم بالفارنة مي متكتروش باش العجينة تاعنا تبقى محافظة على القوام بتاحها ونتحصلو على نتيجة بزاف هايلة ونطوي العجينة تاعنا زوج مرات هاكذا تقدرو تحطوه شوكولات تختيني اذا تحبو ديرو بريوش محشي ونقسم العجينة تاعنا الى ثلاث شرائت بالتساوي نكسلو شوية العجينة تاعنا هاكذا شوفوا البنات الطريقة اللي نضفروف بها العجينة تاعنا هاكذا الطريقة بزاف سعلة ونكمل كامل الكمية بنفس الطريقة شوفوا البناتنا هنا صورت معكم صانية واحدة ما نقدرش نصور معكم زوج صانيات الفيديو راح يجيكم بزاف طويل بنفس الطريقة تكملوا كامل الكمية يعني تتبعوا نفس الطريقة ونفس الخطوات هنا من بعد ما نكمل نغطيهم بمنديل نحطهم في مكان دافي ونخليهم حتى يخمروا ويدضع في الحجم تاحهم واذا كنتوا مزروبين ولا ما عندكمش الوقت تدفيوا الفرن تاعكم وراح يخمروا لكم ليه ليه يعني ما يخذوش معكم الوقت هنا ندهنهم من بعد ما خمروا بصافار البيض مع نصف ملعقة كبيرة تاع الحليب اذا ما تحبوش رحة البيض ديروا ملء نصف ملعقة صغيرة نصف كافي ولا ملعقة صغيرة تاع الخل واذا ما تحبوش كامل البيض دهنهم بالحليب ولا بالماء وكي نكمل زينهم بالسانوج والجلجلان هنا في هذه اللحظات الفرن تاعي سخون سخنتوا مسبقا بريوش نتاعنا نطيبه في 200 درجة الصينية نحطها في الوسط الفرن نشعله من الاسفل من بعد ما يطابلنا البريوش يتحمر من التحت نزيد نشعله من الفوق ونحمره اذا ناخد صينية تاعي نحطها في الفرن نطيبه بريوش نتاعنا وبنفس الطريقة ونفس الخطوات نكمله للكمية المتبقية تاع العجل اذا هذا هو الشكل النهائي للبريوش اللي حضرته معكم اليوم هنا من بعد ما طيبتون حيتو من الفرن كيما نقولكم دائما لازم تغطوه بمنديل باش ترجع لهذه الحارة مدة خمس دقائق ويبقى محافظ على الرطوب انتعو كيما راكم تشوفو جاء ما شاء الله جاء ربعة ربعة شوفو هنا قسمت لكم وحدة شوفو ما جاش معجن جاء ربعة هذه العجلات بنات بزا فهيلة وانتمنى من كل قلبي هذا الوصفة تنال اعجابكم وتجربوها وننصحكم تجربوها لانه فعلا وصفة ولا اربح وطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة ونشكركم بزاف على حسن متابعة تعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة الله يحفظكم ويساعدكم يا رب ما بقى لغير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نتحر الله في روحتيكم في امان الله